هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمثلود جدلات الملك للعماد الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العالى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية هنأ حضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي ولي العاد نائب القاعدة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بمناسبة تحقيق فريق نادي النجمة لكرة اليد ببطولة آسيا للأندية أبطال الدورية وتأهله إلى بطولة العالم مشيرا إلى أن الإنجاز غير المسبوق بتحقيق لقب بطولة آسيا والتأهل إلى الكأس العالمية ثمرة من ثمار الرعاية الدائمة التي توليها القيانة الرشيدة للحركة الرياضية والشبابية في المملكة وحرصها المتواصل على تهيئة الظروف المثالية أمام الأندية الوطنية هذا ونوه سمه بالجهود الكبيرة التي بذلها لعب نادي النجمة على امتداد مباريات البطولة وتفانيهم في عكس الصورة المشرفة عن رياضة كرة اليد البحرينية في هذا المحفل الأسيوية وصولا إلى تحقيق اللقب وتسجيل اسم نادي البحريني في سجد الأبطال مؤكدا أن تحقيق نادي للقب نتيجة طبيعية لمشوار متميز في البطولة وظهور اللعبين بمستويات باهرة كما هنأ سمه أسرة نادي النجمة ورئيس وعضاء مجلس إدارة النادي وأفراد الفريق والجهازين الفني والإداري على تحقيق هذا الإنجاز الكبير في البطولة الأسيوية وحرصهم على تهيئة الظروف البثالية أمام الفريق لتحقيق هذا اللقب متمنيا في الفريق التوفيق والنجاح في البطولة العالمية وتحقيق الظهور الرائع وتشريف كرة اليد البحرين هذا وتوجى فريق النجمة لكرة اليد ببطولة الأندية الأسيوية للعشرين لكرة اليد وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الادحيل القطري بنتيجة 21 مقابل 16 ليكسب النجمة اللقب الأسيوي الأول لكرة اليد البحرينية وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل بين الفريقين في المباراة التي أقيمت في مدينة حيدراباد الهندية